ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم بعباده بيغفر لنا زنوبنا كلها في ليلة عظيمة من أعظم الليالي ليلة القدر هي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وإحنا طول العشر أيام دي بنفضل نتتبع هي إمتى ليلة القدر عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا زنوبنا حقيقة حضرتك بدأت الحلقة بحاجة جميلة جدا وهي إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى معانا طول الوقت ويمكن كمان في شهر رمضان وفي أواخر شهر رمضان رحمة ربنا سبحانه وتعالى بتزيد بتعم كل الناس وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيندح على كل بعيد على كل اللي نيس إننا في رمضان على كل اللي نيس الأيام الجميلة والنفحات الجميلة كأن ربنا سبحانه وتعالى بيندح عليه هل حضرتك من أعظم الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم علينا بيها في نهاية شهر رمضان اللي تدل على رحمة ربنا إن سيدنا النبي يقول لنا إن ربنا ليه في كل ليلة عتقاء من النار كل ليلة ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة في الشهر الكريم بالضبط ربنا بيختار مجموعة أشخاص ربنا شايف إنهم صاموا صح قاموا صح عبدوا صح يستهلوا وسام اسموا البراءة من النار دولا متحرمين على النار أجسادهم محرموا على النار مش ممكن يدخلوا النار ده اللي بيعملوا ايه؟ حضرتك في حاجات كتير قوي تخيالي من أهمها إن بس بس تطلع صدق ابتغاء مرضات ربنا لو نص طمرة تخيالي المفاجأة بس ابتغاء مرضات الكريم إنك جبرت بخاطر حد سيدنا النبي قالها صريحة اتقوا النار ولو بشق طمرة تخيالي حضرتك لما يبقى شق طمرة نص بلح يا حضرات عشان طلعتها بنفسي طيبة طلعتها برضا طلعتها وأنقذت بيها حياة حد جبرت بخط طبطبت على حد طبطبت على حد في الأيام الجميع بنص بلح يا حضرات استحقيت براءة من النار ما فيش أسهل من كده بس يلا أنت أنوي أنت قرب أنت فكر في الأعمال اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بيها هرجع تاني وأقول سيدنا النبي بيعلمنا إن ربنا ليه في كل ليلة عتقاء من النار كل ليلة يقول إيه بقى في آخر رمضان فإذا كانت آخر ليلة منه أعتقى الله مثل ما أعتقى في الشهر كله أعظم رحمة لنا من ربنا في آخر شهر رمضان العدد الكبير قوي اللي ربنا بيتفضل بيه علينا وبيدي لهم براءة وحماية وعطق من النار تخيالي حضرتك اللي بيربي البنات اللي خلفته بنات اللي زعلان عشان عنده بنات ده أنت ده أنت خدت براءة من النار والله يخدت براءة من النار لما يحسن تربيتهم بالزبط وسيدنا النبي قالها كده منعال جاريتان عنده بنتين أه ممكن زعلان عشان ما عندهوش ولد ياخد أنت معاك زهراوتان هياخدوا بإيدك للجنة وهم حاجز كبير قوي بينك وبالنار جهنم منعال جاريتان حتى يبلغ كنا له سطرا من النار يوم القيامة علشان كده الأيام بتجري وتقريبا احنا أقدر أقول إن باقي ساعات ورمضان يخلص هيوحشنا يا أستاذ ألاميا هيوحشنا هتوحشنا لحظات الإفطار هيوحشنا صوت مدفع الإفطار هتوحشنا لحظات السحور هتوحشنا لحظات التهجد هتوحشنا المناظر الجميلة اللي بنشوفها في مصر والشباب واقف على النواصي والطرقات وفي الشوارع وبيقدم ميا وبيقدم طمر الروح الجميلة دي أصله سبحان الله شهر رمضان ربنا جعل فيه يعني توليفة من حاجات مع بعض أولا قربنا من ربنا سبحانه وتعالى واستشعار معنى حلوة القرب من ربنا سبحانه وتعالى واستشعار معنى الصلاة لأنه إحنا بنصلي عموما في العادي بس نيجي في شهر رمضان الصلاة يبقى ليها معنى مختلف أحساس مختلف لمة العيلة وإننا نتلم على صفرة واحدة أو على ترابيزة واحدة عشان ناكل مع بعض في وقت واحد إحنا افتقدنا يمكن ده في الفترة اللي فاتت في الأيام العادية فبنرجع نتلم تاني الصلاة الأرحام إننا نبدأ نفكر إننا نعيد على بعض حتى لو بالتليفون ممكن خلال السنة ما حدش فينا يعرف عن حد حاجة فهي توليفة عبادات عشان تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى زي ما حضرتك قلت الحرص على خروج الصدقة الحرص إننا ندور على الشخص اللي ممكن يكون محتاج الحرص إننا نفطر غيرنا أو نصحر غيرنا كلها حاجات كيف الأول في الأخ اللي لنا إحنا كلها معاني فيها السعادة والإحساس برحمة ربنا سبحانه وتعالى والقرب من ربنا سبحانه وتعالى وما أعظم الإحساس بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى وحلاوي الطعم